الاهلي ما بيقفش على حد التاريخ علمنا كده يعني مش بس في قصة مركاته وانتقالاته ومين يجي ومين يمشي لكن الحقيقة حتى في قصة أساطير كبيرة جداً كانت موجودة في النادي الاهلي وكانت مؤسرة جداً وكانت جمهور بعشاء التراب اللي بتمشي عليه وبطلت كورة ومع ذلك لا الاهلي بطل يفوز ولا الاهلي بطل يكسب ولا البطولات بيعدت عننا بالعكس الحقيقة الاهلي زي ما عودنا طول عمره الطريق واضح والأسس اللي اتحطت عليها القواعد اللي ماشي عليها النادي الاهلي في مختلف الرياضات هي السبب الرئيسي ويمكن بفتكر هنا كلمة عمر السلية اللي يجي يجي واللي يمشي يمشي الاهلي دايماً هو رقم واحد وممكن أعذلكم أسماء كتيرة جداً لأسباب كتيرة مختلفة سواء كان عن رغبتهم أو عن رغبة أنديتهم ما حصلش نصيب وجوم النادي الاهلي تعالوا بفتكر ونشوف كانوا فين وبقوا فين المجد يصنع داخل القلعة الحمراء خلينا ندخل في موضوع الميركاتو وندخل في موضوع المراكز وأنا يمكن شرحت لكم موجهة نظري والأرقام الخرافية الغير منطقية والغير الحقيقة موضوعية خالص اللي اتطلبت من النادي الاهلي مكلم في نصف مليار جنيه مين في مصر يستاهل أربع أو خمس أسماء تاخد نصف مليار جنيه ونصف مليار جنيه دولاً فكرت فيهم في الصفقات خارجية هجيب بيهم محترفين أجانب يعني هجيب لعيبة كوالتي عاملة إزاي وأسماء عاملة إزاي خلينا ناخد رأي نجمنا وضيفنا النهاردة في سادسة كابتن أحمد نخلة مساء خير يا كابتن أحمد مساء النور يا أبو حميد طبعاً سعيد بوجود موضوع الدنيا الله يخليك ده من نورك طبعاً ديما متقلق وفي البداية طبعاً أحب طبعاً أنعي شقيقة كابتن محمود الخطيب ربنا أرحمه ربنا أرحمه ويقف الله وسكنا فكنا جنات وكمان والد طبعاً أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بنادل أهل وزده ورده ربنا أرحمه ويقف الله بداية أرده أنا يمكن الحقيقة يعني وأنا بعزي كابتن خطيب الحقيقة في كل مناسبة يعني مش بس في وأنا بقدم واجب العزاء في شقيقة كابتن محمود الخطيب في كل مرة بقابل الرجل ده يعني طبعاً اللي راح هناك شاف المشهد حالة حب مش بس من الأهلوية من الناس كلها وده مش مرتبط بمحمود الخطيب لعب الكرة أو نجم الكرة وقسطورة النادي الأهل لكن مرتبط الحقيقة بالخلوق مرتبط الحقيقة بالمحترب مرتبط الحقيقة بابن الناس محمود الخطيب الحب ده الحب اللي أنا شفته في عيون الناس ده مش قصة كرة مش قصة قسطورة كرة في النادي الأهلي ومش قصة رئيس النادي الأهلي لكن قصة حب وعش لحالة من الأخلاق والاحترام نتمنى أنها تسود في الوسط كله. وكل مرة بسأل نفسي وأنا بكلم معي أو أنا بقابله يعني كل النجومية دي وكل النجاح ده كل حب الناس ده. إزاي مع هذا الكم العنيف من التواضع يعني في ناس وصلت لنص موهبة كابتن محمود الخطيب كانت بتمشي على الأرض تحس أنه ما فيش حد رجل حقيقة في منطقة التواضع في منطقة الأخلاق ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. أمين يا رب طيب نبتدي بالمراكز الحقيقة الناس طبعا اليومين دوله قبل المعسكر ما يبدأ بأيان بسيطة كابتن أحمد بتتابع وشغلة نفسها بالأهلي محتاج إيه ومين جاي ومين مش جاي إزاي الأول شايف ظروف المركاتو هل بتشوف أنه الأهلي يتأخر فأنت الآن ولا الأهلي مش محتاج فأنت متطمن شايف تفاصيل المركاتو إزاي. أول حاجة طبعا يعني كلام منطقة طبعا أن الجمهور الأهلي يكون الآن طبعا. نادي الأهلي نادي كبير طبعا بالبطولات وبالتاريخ وبالأرقام كل كل الإحساب بتقول طبعا يعني جمهور نادي الأهلي لازم يخاف على نادي الأهلي وعلى لعبته طبعا. لكن أنا أحب أطمن الناس طبعا طمن الجمهور أن الحمد لله رب فيه إدارة حكيمة إدارة عندها رؤية إدارة الحمد لله يعني بتاخد وقتها في اتخاذ القرار وأعتقد كمان أن اللعبة اللي موجودة أنت عندك سكوات قوي جدا موجود أنت عندك بالطبع عندك فريق موجود اللي هما بيقضوا راحة دلوقتي يعني أنا أعتقد يعني الحمد لله إحنا يعني محتاجين عناصر يادوب ثلاث أربع لعيبة في مراكز معينة وهأقولهم لحضرات كمان شوية لكن أنا عندي قوام فريق أنا عندي سكوات قوي أنا متكلم في الشنوف على لطفي في المصف الشبير أنا مش عارس حرس مرمى أنا عندي حرس المرمى عندك من ناحية المين كمان عندك بتكلم الحمد لله أقرم خلاص بدأ خلاص يعني ما يخش في بداية المعسكة اليوم الثمانتاشر أعتقد أقرم طوفي بتكلم على محمد هاني بتكلم على كريم فريق الفرقة راجع يوم حداشر قبل الصفر يعني تمام الصفر يوم الثمانتاشر إن شاء الله بتتكلم دولي هذه ما إن شاء الله ناحية اليومين أنا مش محتاج بك رايت بتكلم على السرد بكات عندك محمد عبد النينم عندك ياسر إبراهيم رامي ربيعة عندك رامي عندك محمود ونتو أيمن أشرف يعني أعتقد يعني شوف الكم اللي موجود يعني أنا يمكن أنا كنت حتى على بدر بنون أنا من أشد المعجبين جدا جدا بأداء بدر بنون يا أحمد لسبب واحد وهو إن هو من اللعبة اللي بيعرف يبني من تحت بشكل سلس وبشكل سليم والكرة بتطلع من الرجلي بشكل ممتاز فهذا مهم جدا يكون موجود أعتقد محمد عبد النينم بيقد الدور ده كويس بس أنا برضو محتاج حد بقيمة بدر بنون في المكان ده متولي لو فورما وجاهز أنا بشوف متولي الحقيقة يعني بصرف نظر عن الركام على مدافع لعيب كور يعني بشوف متولي الحقيقة لو بدني يواقف على رجله أعتقد برضو ممكن يلعب الدور ده بشكل جيد إن شاء الله لو فتت الإعداد مع مباردات ودية تقدر توقف بدنيا بشكل كامل يعني خلينا نروح نهاية الشمال عند علي معلول ودي المشكلة أنا عايز أتكلم فيها يعني أنا مثلا موجود علي معلول أنا عايز أجيب حد بقيمة علي معلول ما ينفعش أجيب علي معلول واجيب مثلا واحد علي معلول مثلا عندي 100% ما ينفعش أجيب باكليفت مثلا 50% مش هينفع علي معلول لو لم يشافش اللاعب اللي قاعد بره احتياتي ده أو اللي موجود ده لعيب بيموت نفسه بيقاتل وقريب جدا من مستوى علي معلول صدقني صدقني علي حتنين نفس المستوى بلعب أساسي خلاص مكاني ومحجوز لا لازم حد يكون قريبا علي معلول حد يكون بقوة علي معلول دي مهمة جدا لما يكون فيه اتنين يا أحمد في مركز تمام والاتنين بينفسوا بعض ده بيصلح ده في مصلحة الفرقة المركز ده تحديدا يعني واحد من المراكز اللي كانوا من إيجابيات فترة ريكاردو سوارش وفكرة انه الشباب يشاركوا يعني بشوف ناس كتير جدا وانا كمان الحقيقة عجبوني يعني شايف قمشتهم كويسة جدا وممكن تراهن عن الاتنين رقفة خليل ومحمد أشرف كويس وانا برضو أرجع لك برضو في محمد أشرف طبعا أنا بتكلم في النادي الأهلي النادي الأهلي يا أحمد انت دخل في كام بطولة انت دخل في أفريقيا دخل في كاس دخل في دوري دخل ان شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني دخل في سوبر أنا متكلم انت عندك بطولات كتيرة محتاج لعيبة كتيرة تمام أنا محتاج لعبي جهاز أقول لك حاجة أي من أشرف أنا برضو ممكن أي من أشرف ممكن رفع عليك لماذا ما هيأشي أي من أشرف ان يكون باكليفت مع علي معلول مثلا والحمد لله عندي كام كبير من السردباكات في وجود برضو لعب محترف بقيمة بدر بنون مش عاوزين ننسى تمام لماذا أي من أشرف انت وزيفش باكليفت مثلا يقرب يقرب من علي معلول ودي حاجة كويسة جدا أي بس أنا عايزة أفكرك بأسماء كتير جدا خد بالك برضو انه تجربة الولاد دول يعني كان صعب جدا انك تقيمها لأنهم كلهم طلعوا مع بعض تمام صح لكن على مدار التاريخ في أسماء كتيرة جدا من أول ما طلعت انه هي في سن صغيرة جدا قسرت الدنيا عشان كان بتلعب مع الكبار يعني أنا أفتكر على سبيل المثال مش على سبيل حاصر سبكوا من جيل الكسبة 84 اللي هما الشباب طلع مع تولة الزمالك وكذبوا وكملوا وخدوا البطولة لكن أتكلم على الحالات الفردية عشام حنفي مثلا لعيب طلع صغير لعف وسط الكبار كان نجم اتولد نجم ممتازي إبراهيم سعيد طلع من الفريد الشباب هادي خشبة نفس الحكاية وغير محسام عشور مثلا يعني فيه لعيبة طلعت كابتن هاني رمزي مثلا من جيل نموذج زياد طارق خامج جدا ممتاز كنت لسا بكلم معنا وكابتن أحمد نخلف الفاصل زياد لو عمل لو عمل فتت عادات كويس قوي قوي مع الناد الأهلي وطبعا المعسكر الخارجي ده هفري معه كتير جدا اي انت طبعا عايزة أولا انت رايح تلقب برضو بي اس بي اندهوفن ده فريق قوي جدا في أولندا واحد من أكبر ثلاث فرق هنا برابع ليك فبرضو انت تتكلم مثلا على أيكس واندهوفن وفاينيرد وعينهوفن بنفس بعض فطبعا المعسكر الخارجي ده هفري جدا مع واحد زيزاد طارق تمام واحد مع أحمد سيد غريب أتمنى يا رب يكون موجود ليه الإمكانيات والموصفات بتاعة أحمد سيد غريب دي مهاجم أنا لازم لازم أحفظ على ده تمام لإن أنا بابني عندي مهاجم يعتبر من ابن النادي يعني أحمد سيد غريب من أولاد النادي من ست سنين وفا في النادي طبعا والد سيد غريب طبعا كان لابننا في التسعينات طبعا كان برضو مهاجم ومدارف وقطاع لكن الإمكانيات دي والمواصفات دي تمام والولد دوت مبارات الاتحاد لما فيه هدف جابه أحمد جابه يبقرني بالكابتن طبعا لنجم الكابتن أحمد شوقي تمام ده ده قرار اللعيب الصغار ده لما يأخذ قرار بيحرز هدف بالشكل ده ده لعيب مميز ده لعيب أنا لازم أحافظ عليه تمام لازم أستثمر فيه أنا ممكن أطلع عارات أنا ما عنديش مشكلة أطلع عارة الخامة ستة لعيبة يطلعوا بره وينضجوا ويلعبوا ويرجعوا لي تاني ده استثمار طبعا للنادي لكن واحد زي ده أنا عايز أحافظ عليه زياد طريق إن شاء الله بإذن الله برضو أتمنى يكون موجود طبعا إن شاء الله يكون موجود دول أعتقد أنه هما مع محمد أشرف كمان لو إن شاء الله فيه إمكانية يتواجد أنت التلاتة دول لما يدخلوا في عناصر كبيرة اللي موجودة السولية وديانجا وحمد فتحي وقفشة وحسين الشحات وطهر لما يرجع إن شاء الله كل المجموعة دي لما واحد أو اتنين يخش مع المجموعة الكبار هيشلوهم وحيعلوا معهم فهذه مهمة جدا فيه أسماء هرجع للصفقات الأجنبية بس خلينا أتكلم على المحل الأول فيه أسماء اتطرحت أول أنه اتقال إنه الأهلي مهتم يعني مش أقول إنه فيه مفاوضات والجمهور ابتدى يتابع أسماء كتيرة في بعض أمدية الدول السنة دي واضح إنه في حالة غضب من جمالين النادي الأهلي نتيجة المبالغات الغير خلينا أقول الغير موضوعية أو الغير منطقية اللي إسمعناها عشان العيبة دي تيجي النادي الأهلي شايف ده ازاي وخصوصا إنه فيه أندية منها علاقات الأهلي بيها أو إنه الأهلي ساعد الأندية دي في بداية مشوارها سواء عن طريق صفقات أو إعراض بشكل جايت جدا فبالنسبة للجمهور الأمر بقى غير منطقي وبقى فيه يعني نوع أنا أسف فيه نوع من الحساسية من جمالين نادي الأهلي تجاهل عن دادي دلوقتي والله شوف يا أحمد أنا أعزو لك حاجة هو سوق أنا فاهم طبعا طبعا عرضه طلب بربعا ده بروفشنة أنت بحتارف دلوقتي أنا بعرض عليك يا أحمد أنا عاوزك معي في النادي وعاوز أنت مثلا قيمتك عندي مثلا عشر قروش والله لا أنا عاوز خمس وعشر هلاص شكرا أنا أحترم رأيك وأحترم رغبتك أنا عاوز لعيب معين تمام أنا عايز أنا بس عايز أوصل لك حاجة أن أنا برضو الحمد لله لأنه دالي صدقني مش محتاج أنا عارف أنا عارف مش محتاج أنا كنت بقول لك بقول لك أنه مفيش لعيب في الدوري المصري حسيت أنه ممكن يجي الأهلي في لعيبة كتير كويسة تمام يعني كناريا عمر السيسي بوبو أسامة جلال عمر كمال عبد الواحد يعني في لعيبة أنا ممكن أعدي لك 10-15 لعيب لعيبة كويسة لكن هو السؤال هيجي عندي هيعمل فارق هيجي عندي يبقى أعلى من اللي عندي دالي أنا بقول لك عليه ما شفتوش السنة دي في الدور نحن بس خلينا نتكلم بشكل موضوعي تمام لأن الموضوع ده شائق جدا وحساس أنا ممكن في نادي مثلا أجيب 4-5 لعيبة تمام جبت 4-5 صفقات النادي لايلي بيلعب على البطولة محتاج لاعب يتحطي تحت ضغوط محتاج لاعب يتحطي تحت ضغوط الجماهير لما مثلا ما وفقناش مثلا تعديلت في مباراة أو خسرت بطولة أنت مطالب بأمور كتير جدا فأعتقد يعني النادي الأهلي اللعبة دي اللي مواصفاتها دي لازم يكون أجنبي أنا عايز لعيب سوبر أنا أجيلك في الأجنبي بس أنا كنت ليه بقولك ده لأنه لما تيجي تحسب يعني من وقع الأرقام اللي سمعناها يعني في 4-5 لعيبة مش أكتر من كده 4-5-6 لعيبة بالكتير طبعا أقولك حاجة اطموح أي لعيب في الدولة المصري تمام أن يجي الأهلي طبعا طيب براو علي يدي فيها يدي فيها نقاش اسأل 90% 90% من لعيبة مصر عايزة تلعب في الأهلي و10% عايزة تلعب في الزمالك لأمانة يا أحمد أنا كنت بسأل السؤال هو لعيب الكورة موظف يعني يمضي عقد ويشارك في 34 مطش في الدورة أو لعيب الكورة عايز مجد وعايز شهرة وعايز بطولات وعايز ألقاب أكتر حاجة في مصر أكتر مكان في مصر ممكن تحقق فيه ده فين الطموح الحقيقي في النادي الأهلي بالضبط كده بطولات وأرقام وإحصائيات وكمان تعمل تاريخ لنفسك وبتنجح وتأخذ بطولات أعتقد أفضل منظومة رضية في مصر أنا بالنسبة لي يوجد طوزر شخصية طبعا ندي الأهلي لكن فعلا أي لعيب يعني بتكلم على الدورة في مصر بشكل عامل أمانة لما نتكلم كل لعبة مصر بتجتهد عشان تروح فين قبل منتخب طبعا رقم واحد لكن بتتكلم على أهلي وزمالك رقم واحد ندي الأهلي رقم واحد ندي الأهلي الجيل ده اللي بيلعب النهاردة اللي بيلعب النهاردة كابتن أحمد كورة في مصر عنده من 20 ل 25 سنة شاف الأهلي بيتعجب بطولة أفريقيا كم مر شاف الأهلي بيلعب كاس العالم كم مر مع كامل الاحترام طبعا الزمالك ندي كبير ما حدش يقدر يقلم من تاريخه طبعا الزمالك ما عملتش حاجة في أفريقيا بقى له 20 سنة يعني بستثناء بطولة كونفيدرالية أعتقد خدوها 2016 لكن في دولة الأبطال ما عملش حاجة كاس عام قندية ما شاركش فبالتالي لما تيجي تسأل لعيب كورة اللي عنده طموح حقيقي طموح أنه يعمل اسم يعني سيبك من قصة المادة والفلوس لكن لعيب الكورة اللي عايز يعمل مجد أو عايز يعمل مشوار وبطولات اسمه يعيش به طبيعي جدا يفكر في ندي الأهلي صح أو غلط طبيعي ومش مجاملة والله بجد مش مقبل عشان نحن موجودين وننتمي للمنظومة أبدا والله سيديني واللي عنده رأي غير كده أهلم وسهلا بي نتكلم كلام منطقي وواقيعي جدا جدا يعني بدون مبلغة بجد هو النهاردة أي لعيب كورة هيعرف أنه الأهلي مهتم بي وأنه عقده معنا دي ممتد فالنادي مش عايز يفرط فيه أو أنه النادي طلب مبلغ الأهلي مش موافق عليه مش لو بازت الصفقة دي اللعيب ده يعني طبعا هيتأثر نفسي وممكن حالة التأثر دي تنعكس عليه في الملعب في مشواره معنا دي دي وإحنا بعاد ليه إحنا نتكلم على وليد سليمان 11 سنة في النادي الأهلي 21 بطولة تمام وليد سليمان كان قبل من إنبي عمل مشكلة كبيرة جدا جدا تمام لحد مقاتل عشان يجي النادي الأهلي وده نموذك جدا جدا وليد مش عايز أقول لك يعني يعني بصراحة يعني أنا بتقول يعني من خلال برنامج جدا السادسة ونادي الأهلي قادة الأهلي أتمنى يا رب إن وليد إن شاء الله بإذن الله يكون لهم مكانة كبيرة إن شاء الله في النادي الأهلي كادر ومحترم إن شاء الله إن شاء الله طيب خلينا نسمع كمان رأي الناس إيه لأنه جمهور برضو جزء من القرار ورأيه في اللي بيحصل ورأيه في اللي جاي مهم جدا هستعرض معك جزء من إجابات الناس على سؤال حلقة النهاردة إيه رأيك في المراكز اللي أهلي محتاج يدعمها بس خلينا نروح لفصل ونرجع نشوف الناس قالت إيه قبل ما أدخل واستعرض إجاباتكم أو ردودكم يعني على سؤال حلقة وهو أسمع تعليق من كابتن أحمد نخل عليها عايز أتكلم معها بس الأول في الصفقتين اللي أنا أو التلاتة محدش عارف هما يتنين يتلاتة لكن محدش عارف هترسى على إيه لكن يهمني جدا نتكلم معاه في الصفقات الأجانب سواء أفرقى أو سواء من أمريكا اللاتينية أو سواء من لعبين ممكن يكونوا أفرقى برضو بس بيلعبوا في دوريات أوروبية إيه طبيعة المراكز لو عندي صفقتين أركز على أي مركزين في الملعب وإيه شكل وكواليتي اللعيبة اللي بينتظرها اللاعب المحترف ده الأجنابي اللي جاي طبعا لازم يكون لاعب سوبر أو الحاجة كواليت بتاعه عالي جدا جدا طبعا كل حاجة طبعا بيبقى S-V بتاعه و LCD تمام وإيه يعني إمكانياته ومهاراته وإيه مثلا البطولات اللي خدها مع فرقته أو مثلا وكمان لازم يكون لاعب دولي خليني بس أركز معك في دي لازم يكون لاعب دولي انتعالي معلول كان موجود لعب منتخب مغربي تمام برسيتاو وحتى مكسوني كان دولي برسيتاو برضو فريق موزمبيق كل اللاعب اللي عندك دولية اللاعب اللي بيجي لك دوت طبعا أنا بقول المحترف ده لازم يكون أفضل من اللاعب اللي عندي تمام لازم هو كده كده لازم حيضرفني تسمح لأقول حاجة بينكو سينت أنا شايف أنه أنه اللاعب أو الصفقة الأجنبية اللي يجاب نادي لأهلي لازم تكون أحسن من اللي عندي لازم تكون أحسن من كل اللي موجود في دولة المصر مهمة جدا أنا حتى موضوع المبلغ أو السعر القيمة المادية لللاعب المحترف لن تفرج كثير لسبب أنا جاي أعاوز أجيب لعب مؤثر ولاعب مميز المحترف ده لازم يكون مؤثر ومميز عشان هفرج أفريقي الجنسيت لكن لازم يكون عندي مميز محطوط تحت دقت جماهيري دقت إعلامي مهم جدا يكون عندي مؤثر ما ينفعش يجيب لعب محترف وقعد احتياطي أنا سستفد قبل كده أنا كل الاحترام من المكوسوني طبعا لكن مكوسوني جات فترات كان يقعد احتياطي ما ينفعش يا جماعة لا يجوز اللعب المحترف ده رقم واحد بتحط في الملعب هو ده جاي قوة ليا أفضل من اللعب اللي عندي أنا بقولها تاني وأنت أفضل من اللعبة اللي موجودة صح أنا مستوى منافستي اللي ببص عليه أفريقيا وكسر عين صح هم دول بقوا منافسين لأهلي لما كسبت بالمراس بطل برازيل لما كسبت الدحيل القطري لما كسبت الهلال السعودي لما كسبت مونتري المكسيكي نتكلم على الأربع فرق دول القيمة التسويقية فيهم كلهم هلال دحيل بلمراس مونتري أعلى من نادي الأهلي بمراحل طبعا طبعا فبالتالي لما أتكلم على كواليتي لعيب أنا أحتاج أجيب لعيب في نفس الكاتيجوري دي في نفس الفئة دي عشان أنا مستوى نفستي الجمهور الأهلي يخذ بالك ما بقيتش البرونزية تفرحوا صح ولا إيه يعني أخذ بالنزية تانية عظيم فاهم لكن نفسي خد فضية فمستوى المنافسة بيعلى لما خسرت أفريقيا في المباراة النهائية مش في دور المجموعات ولا في المراحل الإقصائية في مباراة نهاية وإنت واخد قبلها على طول اتنين أفريقيا الناس زعلت طبعا طبعا أنت متخيل العقلية أو المنتالي بتاعتمار الأهلي بقيت عاملة ازاي بالتالي أنت عايز توصل لفل الوحش عشان كده أنت لازم تركز قوي في اختيار اللعب المحترفين وبصفة خاصة جدا لازم يكون المهاجم ده سوبر بشكل غير عادي الكوالية بتاع اللعب لازم يكون كل مميزات المهاجم تكون موجودة فيه إن القناص إنه في التحمد قوي إنه يستلم تحت ضغط إنه عنده حلول إنه عنده مهارة إنه عنده مروغة كل الأمور ده لازم تكون موجودة فيه صدقني صدقني المبلغ أو الفلوس بتجيب لكن أنا بتكلم على العين الكلية أنت لازم نقي كواليتي كويس آخر سؤال في الحتة دي لو نقرب بين إيفونا فليكس فلافيو مين اللعيب 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 شعبه فلافيو فلافيو كانت بداياته لو تفتكر صعبة جدا كان فيه كلام مع حد إعلامي قلت له أنتم مسكتوا فلافيو حوالي 6 شهور بهدلتوا وكمنوا الجزئة عند رؤية وبعد كده عيلي مع استمرارة أداء بقى رقم إيفونا بالنسبة لي كان لعيب كرة ومهاجم لا يشق له كواليتي حقيقة محترمة طيب خلينا نروح مع حضرتك ومع متابعين مشاهدي السادسة يمكن خلينا أقول طبعا أنا لازم نيابة عن يعني كل العاملين في قناة الأهلي بشكل عام وكل العاملين في شركة بريزنتيشن لايف وزمائلي في برنامج السادسة نتقدم بواجب العزاء طبعا لأمير توفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي في وفاة المغفور له وبإذن الله طبعا سيد محمد توفيق محمود صبري والده وزي ما حضرتكم شايفين طبعا يعني كل الشخصيات وكل المسؤولين في النادي الأهلي بيقدموا واجب العزاء أمير طبعا بيتلقى من أستاذ جمال جبر واجب العزاء كابتن محمود الخطيب يمكن كان في المشهد من أو في مقدمة الناس اللي بتقدم واجب العزاء كابتن إسلام الشاطر طبعا كل الناس الحقيقة موجودة بتعزي أمير توفيق يعني نتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة وأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل مثواه الجنة ولأسرته الكريمة طبعا الصبر والسلوان طيب نرجع لموضوع الصفقات قلت لي أنك أنت بترغن في صفقة الأجنبية الأولى على رأس حرب طبعا لو عندك صفقة تانية واحدة بس من صفقتين لو عندك صفقة تانية واحدة بس تفضل إيه المركز يصنع العاب جناح ولا مدافع زي ما قلت لي في الأول والله شوف فالأجنحة عندنا حوالي أحمد عبدالقادر وعندنا طاهر وعندنا حسين الشاحات تمام طبعا أنت محتاج جناح طبعا وعندنا برسيتاو لسه وبرسيتاو لسه لكن لا أعرف الآن الأمان لأحد دلوقتي موقف لأنه يعني يفكر كثير ومش عارف الفترة الخيرة كان فيكم كبير جدا عليه وعلى تفكير أن أنا مليش رغبة بلعب مباردية طبعا عزر تاحت يعني مش عارف لكن خلينا أقول لك برضو إحنا محتاجين بليميكر واحد قوي جدا جدا تمام محترف محترف برضو لأن برضو أفشة تمام أنا برضو عايز أفشة عايز برضو يعني أفشة أو ألعب ممتاز وعنده مهورة لكن عايز حد برضو يكون موجود في المكان لأن هذا يعتبر زي العقل المفكر للفرقة ممكن أنت ككوتش يجاي يجي المدرب عندما يأتي يشوف القوام الفريق يدور على اللعيب الموهوب اللعيب الذي عنده مهورة الحريف الذي يبقى عنده رؤية اللعيب المدير الفني يجي لعب بطريقة 4-4-2 يغير فكره وحط طريقة لعب على أساس على إمكانات اللعب إمكانيات والمهارة أخليك تلعب 4-2-3 وانت مرتاح اللعيب القدام الاتنين دفندرين تلعب رقم 10 مثل أفشة مثلا واحد يقيم أفشة لكن يكون محترف طبعا سيقوم لك كل شيء في الكرة سيوصل الجناحين سيقوم الزيادة سيكون عنده حلول عندما تلعب وتدافع وعمل لك تكتل دفاعي الحلول الفردية فين تبقى مروغة تبقى اختراق من العمق السلام وتسليم تبقى تزديد من بره من خارج 18 مسافات بعيدة مثل ديانج والسولية أنا عاوز حد بقيمة اللاعب يكون موجود أنا مش بقلل من قيمة أفشة الحمد الله العيب كبير وعيب موجود وكان عنده عرض في تركيا وتم رفضه لأن العقد بلاي ميكر وراس حرب بالزبط كده لما تقول يعني أجيب من مصر يعني كلمة على أحمد رفعت لعب مميز ولعب مؤثر ولعب عنده استمرارية أداء من قيمة اللاعب باستمرارية أداء بمستوى ثابت بخبرات بقرارات بمهارة بسرعة أعتقد أحمد رفعت عنده كل الأمور دي وأعتقد النادي اللي كان ندخل في المفاوضات الفضل اللي فاتت بأحمد رفعت خلينا نشوف رأي الناس قالت إيه يعني تعالوا نشوف كده نستعرض جزء من نحاول ناخد الجزء الأكبر من ردود الناس على سؤال حلقة النهاردة مين أو ايه هي أكتر المراكز الأهلي من وجه نظركم محتاج يدعمها في بداية الموسم الجديد نشوف مع بعض محمود سليم بيقول الدعم الوحيد اللي كان محتاجه لأهلي هو الراحة فقط ودعم الجمهور ومدير فني جيد عندنا أحسن لعيبة في مصر الكلام قاله كابتن أحمد نقل قبل من نبتدي الهوى كان نفس رد وقال أنا يهمني جدا الصفقتين الأجانب محمود منتفق معي حضرت كابتن الأجانب يعني بشوف أنه صعب وأنا بالنسبالي يعني يمكن كابتن أحمد نقل قال أو ركز بشكل أساسي على رأس الحرب وعلى بلاي ميكر وقال لو في صفقة ثالثة تبقى مدافعة أنا بشوف كمان الجناحين مهمين أوي محتاجين عمر الساح بيقول رأس حرب وخط وسط مهاجم وجناح شمال أيمن عادل مهاجم قوي وجناح يمين وصانع لعب يكون بيجيد كمان في مركز ثمانية وأتمنى الثلاثة يكون أجانب المدرب الجديد علاء بيقول المدرب الجديد لو عنده الخبرة الكافية هيعرف يوظف اللعيبة كل واحد في مكانه المنسب واللعيبة تبقى رجع أحسن من الأول وإن شاء الله ما فيش شك أنه قرار الإدارة أنه اللعيبة تريح من بدري وأنه الأول مرة يبقى فيه معسكر إعداد برة أعتقد هيفرق مع اللعيبة كتير جدا واللعيبة تبقى راجعة أحسن من أول وإن شاء الله مش محتاجين أكتر من مهاجم سريع بالتوفيق أهلوية وأفتخر أحمد الكاجو أو الكاجو قلب الدفاع بديل لبدر بنون محتاجين مهاجم قوي وسريع بيلعب في الوينج ويكون عنده ملكة أنه يلعب في نفس الوقت جوكر يعني الماحي أحمد أنا شايف أنه مركز الجناح سواء أيمن أو أيصر وشايف أنه المركز محتاج اتنين أجانب واحد مركز جناح أعتقد ولعب يكون بيلعب جناح وقلب هجوم على فكرة أنا بشوف شريف جناح مميز جدا يعني هو طبعا مركز أو توظف في الأهلي أنه رأس حربة لكن سرعاته إمكانياته تحركاته بشوف الجناح يعني رائع بصراحة محمد نجار مركز رأس الحربة والجناحين ويريد تكون السفقات من شمال أفريقيا أو من خارج القارة لعيبة من شمال أفريقيا أكتر نجاحا من لعيبة الأفرق من جنوب القارة وعندك مثال وليد أزار وعلي معلول وبدر بنون فتحي علي جناح يمين وجناح شمال وصنع على لعب محترف ومهاجم محترف ومدرب يليق باسم النادي الأهلي وط ومهاط أنا الحقيقة فتحي وأنا هجي طبعا مع كابتن أحمد نخلة في قصة المدير الفني وقصة السيفي والإسم والحاجات دي أنا أكلم معكم بطبيعة واحد من الجمهور بس هسمع رأيي كابتن أحمد داخل شفت تعليقات الناس اللي لفت نظرك فيها وكل الناس يمكن مركز على أكتر حاجة خط هجوم النادي الأهلي سواء الأجناح أو رأس الحرب الصريح طبعا جمهور النادي الأهلي كلهم على وعي طبعا كبير جدا جدا كل الناس بتفهم في الكرة دلوقتي وعارف مميزاتك وعيوبك فعارف أننا عندنا خلل في حتة المهاجم الصريح دي تعالي واحد سوبر كمان كما تكلمت يا أحمد حتة الجناح من الجناحين يكون موجود طبعا كل كلام منطيقي بالمناسبة الستايل الذي تدور عليه تلاقيه أكتر في أفريقيا غرب وجنوب ولا تلاقيه أكتر في شمال أفريقيا ولا تلاقيه أساسا برا أفريقيا تروح لحاجة زي أمريكا اللاتينية أو أوروبا لو تسألني أقولك أفريقيا لعب ملتزم جدا طبعا أفريقيا أنا عندي ديانج مثال يا أحمد موجود ملتزم جدا يلعب يلعب يقعد احتياطه تقعد لكن ديانج أتمنى يا رب أتمنى المهاجم يكون بمواصفات ديانج لكن طبعا بمواصفات المهاجم لكن أنا أعطي شخصية ديانج عاوز شخصية ديانج المحترف ده واحد عندي زيادة ناجح جدا وأكتر لعيب في النادي الأهل جاءت العروض هو ديانج لكن إن شاء الله بإذن الله أتمنى حتى مع لعيبة اللواصط التي تبقى موجودة ساعات يلعب السولية وحمدي فتح ساعات يلعب ديانج وحمدي ساعات يلعب سولية وديانج أتمنى وجود ديانج من بداية المباراة ديانج لا يخرج مرة الحداشر يا أحمد بأي شكل وبأي صورة كل احترام المسلم المسلماني قبل كده كان يقعاد ده ما يعطيش ده لعيب زي ما قلتلك قبل كده احنا بدأنا كلامنا قلتلك اللعب المحترف اللي يأتي ما يعطيش احتياطي انا عاوز استفاد منه على يدينا أقصى ما عنده فمصدي وديانج للأمانة لا لعيب مميز لعيب مؤثر جدا يعمل تمانية ديت وستة وثمانية وعشرة كمان يعمل ازيادة بشكل مشطبيعي وكمان حتت انه يصدد علمامة مبعيد لكن يعني احرز اهداف ينجي لعيب مؤثر ولسه عنده لعيب صغير وارد جدا المدير الفني اللي ييجي تعمل مديرين فنيين كده يعملون نقلات نوعية يعني يبقى كويس جدا مع مدير فني معين تلاقي نط نط وعمل حتى دي اللي انت قلت عليها من شوية برضو ان فيه مدير بتتحسب له حاجات كتيرة يعني بصراحة يعني من الحاجات اللي انا بحسب ها للمستر المسلماني ان نوظف اكرم توفيق باكرايت ونجح بالشكل ده بتتحسب له بصراحة يعني اكرم في الحتة دي عمل حاجات كتير كتير مجبر عليها كبت مجبر بس نجح بس نجح امانة اعرف ان هو تفندر وكل حاجة اصابة هاني وكانش في حاجة في المكان ده لكن اللي اتوظف ادى مع مهام دفاعية قوية جدا لأكرم اوقف المكان اتحرك ازاي طبعا كله طبعا تحت توجهات مصر المسلماني ووظف صح نجح الولد باكرايت مصر الحمد لله رب رجع بالسلام هذه صفقة على تركيبة الجهاز الفني اللي محتاجه عندك سنة دي عمار عمار مكانش موجود معاك الموسم اللي فات عندك اكرم مكانش موجود معاك الموسم اللي فات عندك متولي الحمد لله الحمد لله اعتقد انه اخرى اربع خمس مصرات عندك محمد محمود لعيبة الاربع اسماء اللي انا قلتهم دول ممكن جدا يبقوا مركاتو يعني لو في نادي النهارده بيشتري اكرم توفيق عمار حمدي محمود متولي محمد محمود ده نادي ده يتقال عليه عمل مركاتو تاريخي مظبوط ولا طبعا طبعا الاربع العيبة دول لو ان شاء الله بإذن الله خدوا فرصة سعد سمير وندفد اللي في فيوت شارمين سعد سمير وندفد مصطفى بدري مصطفى تمام و اعتقد يعني ما شاء الله بيقدوا أداء جيد جدا العربي بدري اعتقد كمان معي ده ندفد عام الموسم انا مش عزو قلت ما شفتش ندفد عام الموسم في النهاية زي الموسم ده قد أداء جيد جدا تمام سعد سمير ما شاء الله استمرار أداء ووجوده قائد ومدافع قوي جدا عملين شغل كويس جدا في يوتشار انا اقول لك من نجاح في يوتشار طبعا المجموعة دي مأصرين معهم طبعا مع رفعت مع المجموعة الموجودة مع أحمد عاط يعني لا لا لعبتنا كويسة جدا يعني حتى الصغارين يطلعين دول لو في مجال لإعراض إعراض يطلعوا إعراض يطلعوا أنا استثمر لعبتي في إيه العارة استثمر لعبتي لو أنا مثلا أنت عندك كم نجوم يا أحمد في الفرقة كثيرة الفرقة اللي هي مرايحة دي فرقة تقيلة عندك سكوات قوي الصغارين دول لو يطلع أعارة سنة سنتين يعلى فنيا زي بكهم مثلا موفي سموح مكسر الدنيا برضو دوقتي عمل موسوم كويس وأعتقد أني مكهم من اللعبة اللي سيرجعوا أعتقد يعني هيدخل مع الأهلي في المجتم بالضبط فهذه حاجة كويسة جدا عشان كده قلت لك في الأول منظومة قوية جدا ده استثمار أن أنت عندك كم لعبك كويس تستفيد بها خلتبالك كيف مع أن أنا أخذ زياد طار الخامة دي الموهبة دي أخذه معي وحفظ عليه تمام هيكامل مع مين من الشباب اللي ظهروا في الأهلي في نهاية الموسم يعني تقول محتاجوا معي فرس تيم لازم يكمل يعني فيه لعيبة ممكن تقول قمشاتها كواسة جدا بس محتاج خبرة ومحتاج يخش موسم كامل يلعب بشكل أساسي عشان يوصل للمستوى اللي يخليه مع الأهلي فممكن يطلعوا عهور فيه لعيب تقول لا ده مطلعش عهور ده يخليه وبني مع الجيل الكبير أو مع اللعيبة الكبيرة في الموسم اللي جاي والله يا أحمد سؤال جدا مهم سؤال مهم جدا أنا أتكلم طبعا مصطفى شبير رقم واحد مصطفى شبير خهمة كويسة جدا حارس مرمى موهوب اتحطت اختبار ونجح فيه تمام لا بالعكس كمان ده هو أبدع الفترة اللي فاتت يعني بشكل كويس جدا يعني فجيت بمستوى الفني دوت انه هو فعلا الرشاقة والمرونة وردت الفعل السريعة لا حارس كويس جدا واعتقد يعني ان اضافة اللي اللي فقر بشكل بير لأنه كان عاوز المهارة دي وعند ردة الفعل والثبات الانفعال ده لعب مميز عندي ايوش الناس يمكن في الفئة دي في الشريحة العمرية دي يعني انجاز تعبير عندك صبح فاركو وعندك جات فامبي الاثنين حراس مرمى هيلين بصراح امكانياتهم عالية جدا سأنا سأرى انه شبير لا يقل يعني لما ياخد في المرحلة دي اهم ثلاث اسماء لازم اضع شبير مع الفارق الوحيد انه شبير لا يلعب مطشط كثير فما يظهر لكن انا امكانيات من ناحية حراس مرمى وكان مع يمكن كابتن احمد فوزي قريب في السادسة الحقيقة يمكن وانا مشتقلي من عالي لطفي انا اياما اشدت بعالي لطفي في الفترة الاخيرة اثبت ان حرس مرمى لعيب على اعلى مستوى خصوصا انه انت عرف الجول كيبر يحتاج دايما يبقى يشارك ويجيب بالتوب فورم وعلي رغم انه يقعد كتير جدا للشناوي كان على مدار موسم لكن كل المتشاط كان اكتر من رائع فالتنين الحيا شبير وعلي لطفي مع الشناوي اعتقد ان احرس المرمى في القال بخير جدا طبعا كلام منطيقي احمد كلام سليم عندك زياد طارق عايزو يخش مع فاستي طبعا احمد سيد غريب احمد سيد غريب انا برضو احمد سيد غريب ليه احمد سيد انا ممكن كلمت من شواء عليه اسنت على اداء وعلى قوى الجثمانية انا محتاج دوت ومحتاج المهارة دي يكون موجود قدام اندهوين احتكاك ومبارات دولية حيعنا الولد معاك انت فاكر ماتش ماتش مونتريل مكسيكي في كاس العالم ايوا الاهلي راح وكان معوش نص فرق كسبنا 1-0 طيبا وكسبنا 1-0 وقدمنا يعني فاكر مثلا من الولاد اواصعي دوقتي اعرف التشيك بس من الولاد مثلا اللفتت نظري جدا في الماتش محمد مغربي اه مش داخل كده في ماتشات دوري وكاس وكاس رابطة راح تلعب كاس عالم وراح تلعب بطل مكسيك يعني فيه فرق فيه فروق كبيرة جدا جدا صفقات ملايين الدولارات في الطولة كبيرة وشخصية لعبة فيه خضة دي شخصية لعبة والولد الحقيقي عمل ماتش هاني عمل ماتش انا فاكر هاي واحد من افضل ماتشات محمد هاني مثلا فاها دي هاي دي اللي أس Perd 보 فيه ناس كتير جدا بتقولك ايه انا M Lightning محتاج مدير فنّي باسم كبير أور تمام وناس تقلك لأنا محتاج مدير فنّي مي همينيش الإسم بس يكون جاي من نادي كبير أور وفيه ناس ثالثة تقلك لأ وانا منهم انا من الثالثة دول انا احكم على المدير الف пере باسمه ولا باسم ولا الن MAYOR احكم عليه بكورته اللي كان بيقدمها مع الفرقة بتاعته. أشوف الكورة اللي بتتلاعب دي. لو فيه إمكانيات النادي الأهلي هنا في مصر و أفريقيا. أوصل بالفريق اللي أنا عايزه ولا لأ. إنت رأيك إيه في القصة دي. شوف هو طبعا أنت فيه جزء من رأيك إحمد سليم بيم المياه. أحكم على المدرب طبعا بأداءه بطريقة لعبه. بكرته. أنا معك فيدي طبعا. بس دي كمان يكون عنده ستيفي قوي. بمعنى إيه ستيفي قوي. بمعنى أن الرجل ده هل خد بطولات مع فرقته في الدورة بتاعه في بلده. دي مهمة جدا. ما هو أنت برضو معلش. أنا عايز برضو المواصفات مدرب النادي الأهلي. اللي يليق بقسم بقيمة النادي الأهلي واسم النادي الأهلي. لازم يقوم مدرب كبير. النادي الأهلي بلعب على بطولة. النادي الأهلي بلعب على كاس عالم الأندية. الحمد لله ربز. أقصد ست مرات رايحين تلات مرات واخدين تلات عالم. سوبر أكثر من مرة بنخل السوبر. دوري 42. حد سؤال حرق. أنت ندي بطولات. فالمدرب الهيقي ده. معلش يعني أنا كل اللي احترام لمسا السوارش. كل الأمانة يعني. لكن أنا يعني الرجل كان بيدافع كويس وكل حاجة. أنا مش عاوز أدافع. أنا 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 أتكلم. هقولك لو خيرتك بين حاجة وحاجة. أكمل يا أحمد. طب تفاض. أنا ما احترام لمسا السوارش. رجل بيقولك أنا عامل الكلينشيت وهم أمن وبدافع كويس. مسا السوارش كل اللي احترام لك والله. وهي فرصة الأمانة يعني. كانت فترة وفعلا. أنت ممكن تكون الظلامة الشارع. عشان اللاعبة الأسية كلها ارتاحت. وشنة ضغوط من عليك. أن أنت نلعب بالناشئين. كل الكلام ده تمام. لكن أنا النادي الأهلي ما بدافعش. أنا النادي الأهلي عاوز الشق الهجومي. نص ملعبي. أنا بلعب في نص ملعب المنافس. فأي مباراة أنا بعمل ضغط عالي. عشان أستقلص وأطع وأجيب جول. هو ده نادي الأهلي. لكن برضو مخيان تفق أنه ما نقدرش نحكم على كرة السوارش بشكل كامل. طيب. صح؟ أجلك المدرب يا حباب. ها. سريعا بقى عايزة رأيك في المدرب. أو إيه المطلوب في مدير الفني النادي. المدير الفني اللي هيجي دوات لازم يكون عنده سيفي قوي. لازم يكون مثلا عارف أنه جاي نادي بيلعب على فطولة. على فطولة. تمام؟ نادي كل شغله طريقة لعبة كمان الفريق نادي اللي قالي كله شق هجومي. أنا بعمل ضغط عالي بضغط على المنافس عشان عشان يجي بجوال. صحيح. اللعب كله في نص ملعب المنافس عشان أنا أنا بطل. السكواد بتاع لعبتي كمان بيدل على ده. عندك أفضل عناصر فنية في مصر. العنصر الأساسي في اللعبة يا أحمد من الإدارة والجهاز فني واللعيبة هو اللعيب هو اللعيب. هو اللي بيقدي. عشان كده عاوز ليدر. عاوز واحد قوي بفكر عالي. هو اللي ديب لي منظورة نادي الأهلي. اسم بير. صحيح. مسألة أيام ويبدأ الاستعداد للموسم الجديد ويبان شكل وملامح الأهلي سواء كنا نتكلم على الصفقات من جوة أو صفقات من بره واسم المدير الفني ومعسكر هولندا إن شاء الله يبقى بداية مبشرة لموسم جاي في منتهى الأهمية وفي منتهى الصعوبة. نوارة الدنيا كابتن أحمد شكرا جزيلا على وجودك معنا نجم النادي الأهلي كابتن أحمد نخلى اللي بنسعد بيه دايما في السادسة شكرا لك على وجودك معنا. شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهاردة وبكرة يتجدد لقاء جديد مع حضراتكم ومع السادسة تحياتي لكم.